هذا موضوع إن شاء الله لابد أن ينعق فيه محاضرة هل إلا يستخدم القانون أو يوظف القانون أو حتى يستفيد من القانون للوصول إلى النتائج؟ أبداً لا أبداً لا القانون موضوع لنا نحن فقط نستفيد منه من هذه الحيث أما هو لا علم مختلف تماماً لا إله إلا هو مسألة ثانية تحتاج إلى توضيح فلسفي وعلمي إذن الله تبارك وتعالى وحده القادر على معرفة ومن ثم ترتيب وتنسيق وإدارة وقيومية ماذا؟ كل الخيارات والحركات والسلوكات وإن عدت بمليارات مليارات 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 إلى انقطاع النفس تخيل العوامل والحركات والسلوكات ينسقه كله في وقت واحد وهو عالم بتأثير كل شيء في كل شيء تأثير أي شيء في أي شيء لا إله إلا هو مشكلة الإجسام الثلاثة لا هذا هو الله لا إله إلا هو كيف لا أسلم إليه مقادتي كيف لا أسلم إليه أمري كله أفوض أمري يا الله أنا مأمور أن أتسبب وأنا أخذ بالأسباب وأن أحطاق وأن أتحيل وأن أنشد لنفسي الخير والسلامة والأمان والتفوق كل هذا مطلوب لكن في هذا المطاف ثقة الكاملة والتامة والمطلقة ليست بعقلي ولا بأسبابي ولا بتدبيراتي بالله وحده لا إله إلا هو وأعلم أنه ما لم يضع قطر التوفيق جبال التدبير كلها تخيب حذب لي ما باء الكفار يوفقهم كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك هو يوفقهم حتى لو لم يطلبوا ولو حكم في توفيقهم لا إله إلا هو لو حكم في توفيقهم ثم هم يطلبون توفيقه لا بلسان المقال بل بلسان الحال بكيانيتهم بوجودهم يسأله من في السماء وآتوا الأرض كل يوم هو في شأن نسأل الله أن يعرفنا به وأن يدلنا عليه وأن يعمق هذه المعرفة به حتى تتغلغل في أعمق أعماق أعماق جذور نفوسنا هذا هو الذي يريحي وهذا الذي يفهم وهذا الذي أيضا يعزي في السراء والضراء في الخير والشر إزاء كل الأحداث كل الأحداث كل المجريات هذا هو الذي يعزيه ويعطيه الطمأنينة